ده بالمناسبة لما تيجي تبص على مسيح بيب جورديولا في مانشستر سيتي وحاول أجيب من الزاكرة يعني بص الأسماء اللي مشاها من الفريق وهي في أفضل أحوالها دي جيسوس مشاها من الفريق أجويرو قابليه ستالينج مشا زيتشينكو مشا كانسلو أفضل لعب عنده السنة اللي فات مشا في يناير اللي فات عشان هو اضطرت كانسلو أو كان مدائي إنه بيقض على الدكة عشان في المنظومة الجديدة مش موجود فيها مشا طبعا بعدما كيبل شوية في سنو وإن كان كان ممكن يكمل عادي أنا بحاول من الزاكرة والله بقولك الأسماء بس هتليه مشا أسماء كثيرة وعظيمة جدا وكان كنت بفرج مرة على إحدى الاستوديات التحالية في أوروبا بيقولوا إن بيب جورديولا هو بيحب كده طول الوقت طول الوقت يجدد في الفريق يعني مثلا السنة دي مين أفضل نجومه أو واحد من أفضل نجومه جندجان تمام؟ سهل جدا وعادي جدا في السنة الجاية بقوله فترة وهو اللعب الكابتن ممكن يبقى ماشي السنة الجاية ليه عم هتمشي اللعب الكابتن اللي ماشي معاك بش راجل كويس تجديد دوافع أنا عايز لعيبة طول الوقت عندها دوافع ما تكون الشبعة ما تملش من الفوز والانتصارات طول الوقت ليه بيطلع لعيبة يعني جريلش السنة اللي فاتت رميعة دك السنة دي جامت جد تفاهم؟ ستنينج لو تفتكت أنا نسيت كمان سنة سنة واحد من اللعيبة العصيمة في الساتي اللي راح بير ميونيخ بيمشي لعيبة يقعد سنة شوية يخلي سنة هوا نجمل فرقة شوية نخلي ستنينج هو لنجمل فرقة ويبني على الفرقة برنانو سلفا دلوقتي نجمل فرقة لو تفتكروا أول الموسم سبك من هالن هالن لوحده في الفوزن كان نجمل فرقة طب رايح في الفوزن هاتلي جريلش بقى جريلش هوا نجمل فرقة ما عنديش ما عنديش لعيب واحد آه عندي فرقات زي دي بروين وعندي هالن بس كده كده أنا اللي المزاجة خلي مين نجمل فرقة أنا اللي المزاجة أكبر اللاعب وأهلله مش اللاعب هو اللي هيتحكم فيه حلقة بيب جارديولا النهاردة ترجمة نانسي قنقر